بلغة الصم والبوكم ينتظر الصيدلاني الكويتي نواف الحربي أن ترى ملكيته الفكرية النور لتكون الأولى في العالم وبلغة الإشارة أراد لتلك الفئة أن تفهم على الطبيب والصيدلاني من خلال صرف العلاج وصفة الصم هي وصفة خاصة بلغة الإشارة يتم شرح طريقة تعاطي العلاج الدواء لشريحة الصم دون أن تكون لهم هناك أخطاء وأخطار فهي وصفة متكاملة يتم من خلال لغة الإشارة الإشارات أي شرح طريقة أخذ العلاج ونوع العلاج وتكرار العلاج أن وجد والمحاذير الموجودة على استخدام العلاج والأوقات الموجودة لاستخدام العلاج فبالتالي يستطيع مريض الصم أو شريحة الصم أخذ علاجهم بطريقة صحيحة وسليمة دون أخطاء طبية إن شاء الله الطبيب راح يأشر على العلامات الرسومات الموجودة والتصوير الموجود على نوع العلاج وعلى طريقة أخذة الصحيحة مثلا هل هو غرغرة هل هو شراب هل هي قطرة للعين هل هي تحميلة هل هي حبة تحت اللسان هل هي حقنة الشكل الصيدلاني للعلاج وبالتالي مريض الصم راح يأخذها يوديها حق الصيدلية والصيدلية أيضا راح يعطي الوصفة بطريقة صحيحة 80% من شريحة الصم لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة فقط ما عايشين في عالم أصم لغة الإشارة هي السبيل الوحيد اللي أمه من خلاله يتفهمون مع المجتمع الحواليهم موسيقى